رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود حفظه الله الجسد التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثة في قصر الامامة في مدينة الرياض وفي بداية الجسد طلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الذي اكد خلاله ايده الله تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي اعلنها فخامته تجاه ايران وانشطتها العدوانية ودعمها للارهاب في المنطقة والعالم وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الاهداف المرجوة التي اعلن عنها الرئيس الامريكي كما اطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقبالية ايده الله صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث لمجمل الاحداث في المنطقة وكذلك فحو الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين واطلاعه رعاه الله خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية وتأكيده ان الوحدة هي اساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنها وتطلع المملكة الى ان يحقق هذا الانجاز المهم امال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق واطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحو الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي الذي اكد فيه حافظه الله دعم المملكة لوحدة العراق وامنه واستقراره وعلى تمسك جميع الاطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه واضح معالي وزير الثقافة والعلامة دكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من دوان المظالم الى القضاء العام في وزارة العدل حيث باشرت المحاكم تجارية المتخصصة اعمالها بتاريخ الاول من الشهر الاول من عام تسعة وثلاثين وربعمائة والف من الهجرة تنفيذا لتوجيهة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهل سعود حفظه الله بتطوير مرفق القضاء ووفقا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم يمتغ استقسيم ثمانية وسبعين وتاريخ التاسع عشر من الشهر التاسع من عام ثمانية وعشرين وربعمائة والف من الهجرة وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة ونوه المجلس بالجهود التي بودلت من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد مشيدا باكتمال انتقال المحاكم التجارية للقضاء العام الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال والتشريع والتحفيز على الاستثمار في المملكة على دعم حراك التنمية الاقتصادية استعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية عشرين ثلاثين وبرامجها التنفيذية ومبادراتها من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية في ضمان نمور قطاع غير النفطي وتعزيز متانته والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية للدول المنطقة وبين معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي شارك بها مائة واحد وعشرون متسابقا من واحدة وثمانين دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة عكد مجلس الوزراء دانت المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الذين استهدف نقاطا أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية التفجيرين الذين وقع في العاصمة الصومالية والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى وأصفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء الحاجل وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء طلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وقد انتهي المجلس إلى ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على توفيض معالي وزر الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030 والتوقيع عليه ثانيا وافق مجلس الوزراء على توفيض معالي وزر الطاقة والصناعة والثروة المعدلية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه من ثم رفع نسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية ثالثا وافق مجلس الوزراء على توفيض معالي محافظة النقد العربية السعودية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات والأسواق المالية والتوقيع عليه ومن ثم رفع نسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية رابعا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 151 تقسيم 77 وتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الثاني من عام 1436 للهجرة رقم 84 تقسيم 35 وتاريخ الثالث عشر من الشهر الثامن من عام 1438 للهجرة وبعد الاطلاع على توصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ذات الرقم 1 شرط 72 تقسيم 38 تقسيم دال وتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الثالث عشر من عام 1438 للهجرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح النظام ما يلي واحد يهدف النظام إلى تنظيم جميع وجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وكذلك تصدير اثنان لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا أقودا في عمليات الحرق سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعات أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي ثلاثة تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير خامسا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم على موظفي الجهات الحكومية المفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج على أن تعد الجهات الحكومية جدولا زمنيا سنويا لإفادة موظفيها إلى الخارج يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإفادة للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي سادسا بعد الاطلاع للتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ذات الرقم 14 شرطة 1 تقسيم 39 تقسيم دال وتاريخ الخامس من الشهر الأول من عام 39 و400 ألف من الهجرة قرر مجلس الوزراء بأن يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار برئسة معالي وزر النقل وعضوية كل من واحد معالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري اثنان معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح ثلاثة الدكتور عبدالله بن حسن العبد القادر أربعة الدكتور عابد بن عبدالله السعدون خمسة الأستاذ ياسر بن عبدالله السلمان ستة السيد تيري ليستشاين دلغر سبعة المهندس فايد يادهر كاتسرو سابعا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماءهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات وهم واحد صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله آل سعود اثنان معالي الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ثلاثة معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أربعة المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي خمسة الأستاذ عادل بن عبدالعزيز القريشي ستة الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع سبعة الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ثامنا بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ذات الرقم عشر شرطة 72 تقسيم 38 تقسيم دال وتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الحد عشر من عام ثمانية وثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة قرر مجلس الوزراء إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم مائة وخمسة عشر وتاريخ الخامس من الشهر السادس من عام 1429 للهجرة لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين تاسعا وفق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو عضوا ممثل لصندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق وقد حط المجلس علما بما شاء فيها ووجه حيالها بما رأى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة